كنت عايز اتوقف عند الجنسية السعودية اللي الاعلامي المصري عمر ادي طبعا هو حق مشروع بالمناسبة لكل انسان ان هو يبحث عن جنسية اخرى ومعظم بالمناسبة الساسة في مصر في المعظم السادة الوزراء والسادة المحافظين والسادة الرجال الاعمال والسادة في الاحزاب السياسية يعني المعظم الاغلبية الكاسحة معهم جنسية اخرى غير الجنسية المصرية هو ليس عيبا وليس قطحا بالمناسبة وبالمناسبة جنسية السعودية او اي جنسية خالجية او جنسية عربية هي مشرفة لمن يحملها هذا امر يعني نحمل الكثير فيه من الشرف ان اي جنسية مصرية او عربية من يحملها يحمل شرف كبير انما طبعا فجئنا الاساز عمر اديب انه هو طلع ليعلن انه حصل علم جنسية السعودية بذلك يكون الاساز عمر اديب في الحقيقة يعني هناك علامات استفهم كثيرة لان اساز عمر اديب مع الجنسية البريطانية والجنسية المصرية اضيفت اليهم الجنسية السعودية على حدود معلوماتي انا ما اعرفه ان الجنسية السعودية لا تقبل جنسية اخرى فهل حيستمر بالجنسية السعودية ومعها الجنسية المصرية والجنسية البريطانية ما اعرفش انما هي لحظة من اللحظات اللي طلع فيها عمر اديب يشكر الملك سلمان وولي عهده على منحه الجنسية السعودية وطريبا دي ربما ليه بنقول هذا الخبر لان الحياة ربما هو خبر لم نسمعه ولم نشاهده منذ اكثر من خمسين عاما ان يمنح اعلامي مصري الجنسية سوى الجنسية الاماراتية او القطرية او السعودية او الامانية ما سمعناش في الحقيقة في هذا الامر ان هي نادرا ما تمنح الجنسيات الخليجية ايضا لبعض الكتاب او السياسيين المصريين وعشان كده احنا مش عارفين هل نبارك الاساز عمر اديب طب هو هل حيتفظ بالجنسية المصرية والطب بالجنسية البريطانية هل حنبقى بعد كده نديب الخواجة العمر حنديب بعد كده بالرجل الخليجي العمر بالاعلام المصري ما نعرفش بالحقيقة انما خلونا نشوف ماذا قال عمر اديب في هذا الامر تم منحي الجنسية السعودية الان انا مواطن عندي جنسية مصرية وجنسية سعودية واود ان اتقدم بشكر لجلالة الملك سلمان خادم الحرمين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هذا التكريم وهذا التشريف انا ما عرفش اعداد كبيرة من المصريين تكون يعني خدت هذا التكريم ولكن انا سعيد بي جدا وعايز اقول لحضراتكو دي معلومة كلكو عارفينها انا 30 سنة من حياتي الاعلامية اللي هي تمت 30 سنة وارقام قياسية كثيرة في مجال التلفزيون كانت في مؤسسات سعودية يعني انا اعتبر من المصريين في الخارج يعني بشتغل في السعودية ولكن جوه مصر هذا التكريم هو مسئولية وارجو ان انا اقدر اكون جسر طيب وبصوا جماعة دائما وابدا في مثل هذه الامور انت بتقعد تقول طب نباركله طب ما نباركلوش طب هو فرحان طب هو زعلان في حد كده بيجي وقوم جاي حاسم لك الموضوع فاي لخصولك كده ويدولك كده في ايه يعني في كلمتين مختصرين تفهم منهم انت ممكن تتعامل مع حصول عمر اديب على الجنسية ازاي واحد من هؤلاء هو طبعا السياسي الكبير الدكتور ايمان نور رئيس الاتحاد القوى الوطنية المصرية دائما ومدلعا عندما تحدث مثل هذه الاحداث وهرول وسريعا لأقرأ ماذا كتب تعاون ايه ربعا مع بعض ونشوف رشدة الجميلة للتعليق على حصول عمر اديب على الجنسية قال لك حصول عمر اديب على الجنسية السعودية ليس حدثا ولا خبرا صادما او مستغربا اما ليه بل مجرد تحصيل حاصل ليه فالانتماءات والولاءات اهم من الاوراق والجوازات صحيح عمر لا تنطبق عليه بعض شروط المادة التسعة من قانون الجنسية السعودي واخصها اقامته المتصلة عشرة سنوات على اراضي المملكة لكن هذه مجرد تفاصيل صغيرة فالسعودية مقيمة في قلب عمر اديب وان لم يقيم هو فيها لكن السؤال الاهم هو لماذا الاعلان الرسمي الان رغم ان القرار منذ فترة كما اشار عمر وما علاقته بالتوتر في العلاقات المصرية السعودية مؤخرا قولا واحدا السعودية في عهد ولي العهد الامير محمد بن سلمان تلعب سياسة بشكل اكثر احترافي وبشكل مختلف عن عهود سعودية سابقة وبشكل يتفوق على قدرات بعض الاطراف الاقليمية والخليجية من حلفاء الماضي القريب خصوم الحاضر والمستقبل ده كان تلخيص رائع جدا لحصول عمر اديب على الجنسية السعودية وزي ما قلنا شرف كبير لأي مواطن عربي مسلم ان يحصل على جنسية المملكة العربية السعودية كالعادة دكتور ايمان نور وضعنا امام كثير من السلة وتحمل ايضا كثير من الاجابات في نفس الامر حقيقة انما على كل انا شخصيا ضد ما قاله محمد الباز قلبا وقالبا اهو هتفجأ بيا تندهش شوية تستغرب وان انا بدافع ان عمر اديب اه يعني في النهاية ان محمد الباز يخرج لي اتهم عمر اديب بانه هو عميل سعودي يعني طبعا كلمة عميل دي وانه جاسوس سعودي كلام كبير اوي يعني كلام كبير اوي ما ينفعش احنا في النهاية يعني ام عربية واحدة السعودية ومصر والمنطقة العربية كلنا حتى لو في تجنس اي مسئول او تجنس اي اعلامي او سياسي بجنسية دولة العربية ده شيء مشارف وشيء مكرم على فكرة يعني واما ان تكون كمان جنسية بلاد الحرمين الشرفين فيا شرف كل الشرف طبعا انما يعني احياء الان الهجوم الشالس اللي شنه محمد الباز وبعض رفاقه من المحسوبين على اجلس السامسونج يقولك ان ما فيش رضا اوي داخل مصر عن هذه الجنسية او عن هذا القرار ما فيش رضا اوي من محمد الباز ورفاقه عن هذا التوجه السعودي تجاه عمر اديب او توجه عمر اديب تجاه السعودية كده حاجات بتكون في الكواليس انما احنا لا طبعا احنا لسنا في هذا الموقف على الاطلاق اللي خده محمد الباز ورفاقه في اذرع السلطة الاعلامية